اشتركوا في القناة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية اللي هو بيشرب بنفسه على الصفحة الرسمية متحدث باسم الرئاسة بيتابع منذ سنوات واضف السفير بسام راضي لما عمل مدخلة في برنامج صباح البلد المزاعب رأى صلى البلد قال عندما يحصل الشكاوي من قبل المواطنين يقوم بتحولها بنفسه المسؤول مختص او مكتب الوزير مختص حتى السفير بيقول ان الفترة اخيرة جامعة تلقى كتير جدا من الشكاوي المواطنين وبدأ يتفاعل معها وبدأ يحولها الى المختصين حتى السفير بسام راضي قالك يتفاعل مع الجمهور قدر الامكان والمفروض اكتر من كده كمان سيد السفير وبتلقى على الصفحة الاف التعليقات والمطالب يوميا ومأكد فيه كتير جدا من تلك الحالات عشان كده بيطمئن السفير بسام راضي المواطنين فيما يخص بطاقات تموين قائلا تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدقيق في بيانات المواطنين حتى لا يظلم احد يا رب يا رب ما نظلمش احد يا رب وكل واحد ياخد حق تاني مشير ان الفترة الماضية كان فيه الاف استردوا بطاقاتهم واوضح فعلا ان الظلمات بيتمي بحساب شكل دقيق ومؤكد ان حقوق المواطنين هتعود مرة اخرى ولا نظلم احد واكد السفير بسام راضي انه يتصفح وبيرجع الصفحة اول باول وده امر روتين لابد ان يكون به يوميا والامر ده كله مرضوض كبير جدا على المواطنين عشان كده التفاعل لايس فقط صوريا بل تحركات لحل هذه المشكلة ولكن متبعد كلها عشان نقدر نسخر تكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي نقدر نتوصل مع المواطنين واكد ان الصفحات المتعددة لكل وزارة اوجيها مسؤولة دي منصة ممتازة للتفاعل عشان كده معا بيتطمنكم ان شاء الله في خير قادم ان شاء الله وان شاء الله الناس اللي تحزفت ان شاء الله احتمال ترجع كبير جدا بس شوفوا باب التظلم واسيب لكم اللينك في اسفل الفيديو عشان كل واحد عاوز يقدم تظلم يتخلي باله روح مكتب التموين روح الانتاج الحربي اكتب في التظلمات حاول ما تسكتش حقك يرجع لك ننتظروا في كل جديد واكد على قناتكم قناة اجيال الاندرس في امان الله موسيقى